السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله في هذا الفيديو سنصح التمرين الثالث عشر من سلسلة التمرين على بركة الله لنبدأ تقرأ التمرين لتكون f دالة العددية المعرفة على المجال واحد زائد ما لا نهاي بما يلي f2x كتساوي ضغط نحاول نكتب التعبيد الـ f هي الجذر من رسبة 3x ناقص واحد مقسم على جذر من رسبة 3x زائد واحد طيب الحال الدال لم أعرف على المجال واحد زائد ما لا نهاي لكل x ينتمي إلى المجال واضح؟ مزيد سؤال أول بوضع g دو x كتساوي x ناقص واحد على x زائد واحد و h دو x كتساوي الجذر من رسبة 3 دو x حديد تغيرات الدالة f على المجال واحد زائد ما لا نهاي طيب الحال كالله دو أن f كتكتب على شكل مركب دالتين لذلك أعطونا أن j دو x هي الدالة x ناقص واحد مقسم على x زائد واحد و h دو x هي الدالة جذر من رسبة 3 دو x طيب الحال h و j يعني هي j وهو h دو x رحظوا معايا حسب التعريف هي j دو h دو x طيب حال نكتبو هنا التعريف ال h لهو j h دو x الى جذر من رسبة 3 دو x طيب الحال في المبلة هنا x بس نعوضه بالجذر من رسبة 3 يعني جزء مرشبة ثلاثة دو ايكس ناقص واحد مقسم على جزء مرشبة ثلاثة دو ايكس زائد واحد لذلك هذه طبيعة الحال هي اف دو ايكس يعني اف دو ايس كنتكتب على شكل جي غون اش طبعا الحال احنا تعرفنا على لوحة الخاصية في السنة الماضية بنسبة رتابات مركب دالتين قلنا لكان عد ماتلا جي و اص نفس الرتابة فان اف تزايرية لكان جي و اص عدهم رتابتين مختلفتين فان اف تناقصية يعني اذا كان جي و اص بجوجهم تزايريتين او بجوجهم تناقصيتين اف مباسة تكون تزايرية لكان جي و اص عدهم رتابتين مختلفتين يعني واحدة تزايرية واحدة تناقصية كتكون اف تناقصية طفعا ذو كالتالي تعرفنا عليه ذوك نحاول نحدد رتابة ديالجي ونحاول نحدد رتابة ديالاش ومن بعد نستنجر رتابة ديالاف كنتم تكون امور واضحة لحد الان ذوك سؤال اول طبعا الحال بنسبة للدالة الجي رها معرفة ومتصلة وقابل الاشتراك الواحد زائد ما لا نهاية هذا المجال اللي هو واحد زائد ما لا نهاية ذوك هذا كنظر نبقاش كيكتب مزيان شوفوا هذا اذا الحسبو اشتقاق ديالجي لكل اكس من هذا المجال نقدر نفتح المجال واحد زائد ما لا نهاية لدينا جي بخيم دو اكس طبعا يضح الاشتقاق ديال اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد ذوك نحاول ندير الاشتقاق مباشرة اشتقاق ديالي الفوق اللي هو اكس ناقص واحد يعني هتحتك واحد وقتون مباشرة Youngس مدروبه في المقام لو وا اكس زائد واحد ناقص الاشتقاق دياليل التحط لي واي زائد واحد حياتك واحد في اكس ناقص واحد ن especie حول الاشتقاق مباشرة واحد نقصم على المقام عس اثنين اكس زائد واحد عالكس اثنين نحاول نبسط اكتر نضع هنا ن stimulate هذه القواس نطرجح المسؤول تبدل الإشارات ولالواية الشتقاق هناز زائد إذنينhxs اختزت لي واحد زائد واحد عالكس واشتقاق اثنين بخيم موجابة قطعاً ومنه فإن الجي تزايدية قطعاً إذن الجي تزايدية قطعاً على المجال واحد زايد ما لا نهاية مزيان بنفسي بنسبة الدلة آش طبعاً الحجن اللي عقلتم معي بنسبة الدلة من الرتباء الآن قدنا أنها دائماً دالتها زايدية نقدر ندلكم هنا اشتقاق ديالها واضح ما نحن رفت درس درناه حيث هنا الاشتقاق ديال الآفر نقدر نديروه مباشرة ولكن حيث تبقي مدرس ناس أو لما يعطي ناس الخاصية ديال هاد الجدد المرشبه ثلاثة بخيم تفقين دوك نحاول نعطي لكم هنا وخام مطلوبش فاد طبيد الحال فاد السؤال ولكن حاول نعطي لكم دوك بكل بساطة الجدد المرشبه ثلاثة دو إكس بخيم دوك حالو تكتبوه على شكل القوة لهي إكس أس واحد على ثلاثة بخيم دوك هنا غنطبقوا القاعدة إف أس إن بخيم لهي يقنا هي آن أف بخيم فأف أس أس نقس واحد دوك هات好 نكتب لكم هناقواعد تنسيو هات Eliz här 아버س نكتب هناقواعد دوك هنا يعني واحدة ثلاثة هوا أن في هذه الحالة وانتك واحدة ثلاثة في آف بخيم يعني في إيكس بخيم وليأ واحد مباشرة بلا مكتبها في إكس يعني إكس أس واحد على ثلاثة نقس واحد وهي 1 على 3 1 للتسنقص 1 هي ناقص 2 على 3 هنا هي 1 مقسم على 3 في x2 على 3 سوف نخلي وابح لك وهي 1 على 3 الجذر من رتبة 3 x2 يعني هذه رهام موجابة إذن h h' موجابة لكل x ينتمي إلى هذه المجلة وهي 1 زائد مالاني لكل x ينتمي إلى 1 زائد مالاني بما أنها موجابة تزايدية هذا برهنة أعلى أما هنا نظرنا في الدرس أنها من جذر من رتبة تزايدية عند نفس الرتبة x2 على المجلة طبعا تحلسها في بلسان فيني ولكن نخدمه 1 زائد مالاني نهاية ذوق هنا ولدينا h دالة متصلة متصلة والتزايدية قطعا على المجال اللي هو 1 زائد مالاني إذن إذن كيف تلاحظه أن ل h و g نفس الرتبة دال j لقيناها تزايدية قطعا و h لقيناها تزايدية قطعا إذن كيف ستكون رتبة ديال f تزايدية قطعا كم البساطة نكسبه هنا بما أن ل j و h نفس الرتبة فإن الدالة f تزايدية قطعا على المجال 1 زائد مالاني موقت منك كل أمور و ها طبعا تحررها متصلة حيث مركب دالتين متصلتي دالتين متصلتي مزيد يعني بكل بساطة f لدول تغيرات هيكون كالتالي x f 2 x f 2 x طبعا هنا 1 زائد مالاني دالتين مجابعني دالتين نسبة 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 نحسبه في زائد مالاني غلقه وهي 1 هذا كلات يعني نحسبوها بس ما نضيعش الوقت نمر السؤال التاني بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f معرفة على مزالجية متحديده طبعا الحال دالة متصلة و تزايد و تزايد قطعا بما أن سؤال تاني بما أن f متصلة و تزايد دالة عكسية و تزايد و تزايد و تزايد و تزايد و تزايد قطعا على المجال 1 زائد مال نهاية إذن فهي تقبل دالة عكسية دالة العكسية نسموها طبيب الحال f موانزا تفقين f موانزا معرفة على المجال g بحيث ده بغا نحسبوها g g كي ساوي f ديل هذا المجال اللي هو 1 زائد مال نهاية بما أن الدالة تزايد يعني الترتيب معي تغيير دونك تقالي هنا f 1 و هنا النهاية ديل f في زائد مال نهاية x كي تقول زائد مال نهاية إذن قلنا صورة 1 هي 0 طبيب حال نهاية ديل أبد x عندما يقول x إلى زائد مال نهاية هي 1 لأن طبيب الحال أبدو صفرة أبدو 1 عفو اللي هي الصفرة كتعبدو الطبيع الحال بواحد معروفة من دول نهاية x يتقول زائد مال نهاية كي تعمل بحل كيف ممكن تعمله مع دلة جذرية يعني الحد الذي لديه أكبر درجة مقسم الحد الذي لديه أكبر درجة تفقين هنا هنا لديه حلودية لديه شيء لماذا هنا جذر مرتبة 3 دو x ناقص 1 مقسم على جذر مرتبة 3 دو x زائد 1 هنا الفوق والتحت نعمل بجذر مرتبة 3 دو x النهاية x تقول زائد مال نهاية هنا حال تبقى جذر مرتبة 3 دو x عامل هنا تبقى 1 ناقص 1 على جذر مرتبة 3 دو x هنا طبعا نعمل بجذر مرتبة 3 دو x تبقى 1 زائد 1 على جذر مرتبة 3 دو x يعني كي كون التعمل هنا مطنس يعني الأمور بسيطة غير كي نعمل هنختزل هذه مع هذه واتبقى لمباترة النهاية x تقول زائد مال نهاية دي 1 ناقص 1 على جذر مرتبة 3 دو x واضح هنعفون 1 على 1 نعمل 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 بجذر زائد مال 1 على الجذر مرتبة زائد مال هي 0 هذه نفسها 0 هذه 0 0 1 1 1 نهاية 1 1 يعني النهاية في زائد مال نهاية f هي 1 كنتم نتكو الأمور واضحة السؤال الأخير أحسب f ما ونزل x من المجال j نحاول المساح هنا سوف نستعمل هذه النتيجة لفها التكافؤ لكي نقدر نحدد التعبير ف ف ف مال 1 عفو عكس 3 لدينا لدينا لحظوا معي مزيان f مال 1 x y ينتمي إلى المجال اللي معرفة فيه في موازا اللي هو j يكافئ f y تساوي x وحدا d وحدا ترجع y طبعا لحال كنتمي المجال اللي معرفة فيه f وهو 1 زائد ما لنهاية جيدا جيدا ترجع ثم نطلق من هذه المعادلة f y تساوي x تكافئ طبعا هنا نحن نعوض y في التعبير f نطلق من هذه المعادلة نطلق من هذه المعادلة ناقص 1 تساوي x مضروبة في الجدر مرجبة 3 دو y زائد 1 فهم ذوك نحاول وطابعة الحال نشره هذه ذوك جد مرجبة 3 دو y ناقص 1 تساوي x في الجد مرجبة 3 دو y طبعا x وحدا يعني x نحاول هذا نضيبه للطرف ونقص 1 نضيب الطرف الآخر بش طبعا المجهول هنا هو y نضيب y هنا جد مرجبة 3 دو y ناقص x جد مرجبة 3 دو y تساوي x زائد 1 هنا غنعمل بالجدر من رشبة 3 دو y بش بش تبقى لي 1 ناقص x تساوي x زائد 1 طبعا 1 ناقص x سوف يقول قسم هنا بش تبقى لي جد مرجبة 3 دو y تساوي x زائد 1 مقصوم على 1 ناقص x طبعا نحن نتخلص من الجدر مرجبة 3 كيف نرفع us 3 كيف نرفع هنا و هنا في كل الطرفين هنا us 3 هنا us 3 واضح مزيد طبعا طبعا الحال سوف نتبقى لي y تساوي مباشرة هنا نقدر نفرق عليهم us 3 يعني x زائد 1 us 3 مقصوم على 1 ناقص x الكل us 3 طبعا ما هي f هي ها التعبير العكسية لذلك يكون المتباتل بالنسبة للمنصف الأول يعني مثلا رسمنا f سوف نرسم المنصف الأول و سوف ندر المماثل بالنسبة للمنصف الأول وهو منحنة f موانزح نتمنى فكرة تكون وصلات موانزح هذا التمرير مهم بزاف لذلك نعرف كيف نحن نحن أن أحد دلة تقبل دلة عكسية يعني نحن 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 وكيف نحدد دلة العكسية بها تستعمل التكافؤ واضح مزيان لذلك سوف نشكو الأمور واضحة الآن